شكلت مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس شكلت منهاج عمل لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الوصول للتطلعات التي يطمح لها الجميع وقد حققت المخرجات الثرية للتعاون الوثيق والعامل الإيجابي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية العديد من المنجزات والنجاحات في شتى المجالات التنموية بمملكة البحرين نتيجة الحرص على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية في كافة الملفات الوطنية المشتركة في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال ابتتاح دور العقاد الأول من الفصل التشريعي السادس والتي أكد فيها جلالته أن مملكة البحرين تجني اليوم ثمار التعاون المستمر والبناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وهما تجلى في تحيق العديد من الخطط والاستراتيجيات أن المسيرة الثرية لمجلسكم الوطني لهي مقبلة على مرحلة جديدة بأولويات فائقة الأهمية نوجه فيها بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبية لتطلعات المواطنين الكرام وبما يرفع من سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام الفصول التشريعية السابقة شاهد على مسيرة التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل محطة من محطات العمل الوطني الاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحديث وتطوير الأداء الحكومي والتشريعات والقوانين التي أقرتها السلطة التشريعية جميعها أظهرت تحسن المؤشرات الاقتصادية والنتائج وحققت أرقاماً قياسية ولأن كل مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لذا سيبقى الباب مشرعاً أمام جميع المقترحات والمبادرات التي ستدعم كافة التوجهات الحكومية لتنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي إن الطموح في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم هو طموح مشترك للجميع يعمل كل مواطن من موقعه من أجل رفعة ومستقبل مشرق لمملكة البحرين سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين